للمرة الأولى منذ عقود يحقق الشعب الجزائري انتصارا أو نصف انتصار في ميدان السياسة وذلك بعدما سحب عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري ترشحه للانتخابات الرئاسية التي رحلت من الثامن عشر من نيسان المقبل إلى وقت لم يحدد القرار الذي جاء بعد ساعات من عودة بوتفليقة من رحلة علاجية في سويسرا شمل تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي كرئيس للحكومة بعد استقالة حكومة أحمد أويحيا وعلى الرغم من أن الرئيس قال إن قراره جاء تلبية لمطلب الشعب فإن كثيرا من المراقبين والناشطين السياسيين الجزائريين يرون فيه تمديدا للعهدة الرابعة وإن كثيرا من العمل مازال ينتظر المنتفضين على الأرض المؤسسة العسكرية أدلت بدلوها فيما يجري على لسان أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش الذي قال إن الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل وعلاقاتهما قوية فيما قد يستبطنه هذا التصريح من تعاطف مع مطالب الشعب أو انحناءة لعاصفة الشارع قادة الحراك ومعارضون وصفوا عدم ترشيح بوتفليقة للولاية الخامسة بأنه نصف انتصار لكنهم رفضوا باقي القرارات وردد بعضهم رفضنا عهدة خامسة ثمدد الرابعة بدوره أشار رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إلى أن البلاد شهدت تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب ولا يزال مشهد ما بعد بوتفليقة ومستقبل الجزائر يشوبه الغبش وتصعب فيه التكهنات وما ستأول إليه التغييرات الجديدة التي قد ترص صف المعارضة بوجه الرئيس ومن يدور في فلكه وربما يعيد المشهد بوتفليقة إلى الواجهة ولكن بثوب جديد